موسيقى 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 اهلا بك في القناة Let's Practice English في الفيديو ده هنتكلم عن مئة جملة تقدر تساعدك ازاي تحسن المحدثة بتاعتك والكلام والconversation You have got it all wrong دي كل الحاجات اللي بتقولها لي غلط صاحبك بيجيولك الأخبار وكل حاجة بيقولها غلط فعايز تقوله يعني أي حاجة بتقولها لي غلط فعتقوله You have got it all wrong اوكي فتقوله Next time Get the fact straight حاول المرة القادمة أن تؤتيني بالحقائق الصحيحة Next time Get the fact straight حاول أن تؤتيني المرة القادمة بالأخبار الصحيحة Not my cup of tea يعني هذا الأمر لا يعجبني حد بياخد رأيك في حاجة أو حاسس أن الأمر ده مش عجبك فحتقول Not my cup of tea Either one is fine أي واحد حيكون كويس حد بيقوله بتشرب شيء ولا قهوة أو مثلا الجاكت ده الأحمر ولا الأغضر فبتقوله Either one is fine أي واحد حيكون كويس I don't believe you أنا لا أصدقك عايزة تقوله حد أنا بصدقكش فهتقوله I don't believe you Go along with him سير معه هنا سير معه معنايا خدوا على قد عقله يعني حد مثلا بيجذب عليه كون تعرفين هو بيجذب أو مثلا آآ كلامه آآ مدايقك أو حاجة فهتقوله خدوا على قد عقله Go along with him As soon as possible يعني في أسرع وقت ممكن فبيضطلوا من حد نوعي بسرعة أو يعملك الحاجة بسرعة As soon as possible ودائما الاختصار بتاع هتلاقيها As a P You are a brag Brag معناها متباهي You are a brag يعني أنت متباهي أو متفاخت فمنصحه أقوله Don't be a brag لا تكن متباهي Stop bragging توقف عن التفاخت Be modest كن متواضعا Be modest كن متواضعا I need a second hand أحتاج إلى يد أخرى هنا يد أخرى معناها Help مساعدة I need a second hand يعني أحتاج إلى مساعدة أو حد يكون معي يساعدني From the bottom of my heart من أعماق قلبي عايز أقول لحدا أنا بشكرك من أعماق قلبي أو أنا بحبك من أعماق قلبي يبقى From the bottom of my heart Keep in mind that this might happen خلي بالك إن ده ممكن يحصل دايما دي بنقولها لحد قريب مننا وعزين أنصحوا إن خلي بالك إن ده ممكن يحصل فأنقلوا Keep in mind that this might happen Rethink what you are doing أعدي التفكير فيما تفعله فأنا بنصحه وقول له فكر في اللي بتعمله كويس يبقى Rethink what you are doing I know it very well أنا أعرفها جيداً يحد بيقولك بيتكلم عن حاجة كيف تقول له آه والله أنا أعرفها كويس I know it very well Please tell me من فضلك أخبرني Please tell me Frankly يعني بصراحة يعني أنت قاعد مع صاحبك يقول لي كلمني بصراحة يبقى frankly بصراحة Be frank كن صريح This is silly This is silly يعني هذا سخيف أو تافة فشايف الأمر سخيف أو تافة فتقول This is silly وبرضو آه بتبقى وصف للأشخاص لو انت شايف حد فتقول له آه You are so silly انت سخيف جداً أوكي It seems like you don't remember me تقريباً كده انت مش فكرني أو لا تستطيع عندها تذكرني بتحصل معانا كتير بتقابل حد ومتبقى انت مش فكره فيقولك It seems like you don't remember me I just have a question أنا بس عندي سؤال فانت عاست أسل حد وطوله بس عندي سؤال فتقول له I just have a question This is none of your business هذا ليس يعنيك أحد بتطفل في حياتك ويسارك عنها أو انت قاعد مع صاحبك ويقولك انت تتكلمون عن إيه وعايز بقى تكسف جابهته وتقول له This is none of your business دام الشغلك I don't wanna travel you لا أريد أن أتعبك فانت عايز تقول حد مش عايز أتعبك فاتقول له I don't wanna travel you Please do يعني معناها يا ريت فحد بيقولك مساعد منك كذا أو مساعدك فكذا تقول له Please do and now it's time to say see you next time ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة